بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبائي طلاب صف رابع ابتدائي مدارس معالم التربية الأهلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم يا شباب هو الأعداد الكسرية والكسور العشرين في بداية كل درس لابد لنا من التعرف على فكرة الدرس فكرة درسنا اليوم أتعرف الكسور العشرية الأكبر من واحد وأقرأها وأكتبها أتعرف الكسور العشرية الأكبر من واحد وأقرأها وأكتبها ننتقل إلى فكرة استعد يعد نبات الصبار من أبطأ النباتات نموا حيث يزيد طوله بمقدار 2.15 سنتيمتر في السنة طيب يا شباب هنا هنا بيقولك في معلومة لك يمكنك كتابة بعض الأعداد الكسرية على صورة كسور عشرية يعني يصلح لنا كتاب بعض الأعداد الكسرية هذا في صورة نماذج هذا الشكل يا شباب يمثل واحد صحيحة أو واحد كامل لماذا قسم الشكل إلى عشرة أجزاء وكلها مظللة لأن مقام الكسر الموجود في العدد الكسري هو عشر وهذا الشكل الآخر يمثل الواحد الآخر يبقى كده احنا مثلنا الأعداد الصحيحة وهي اثنان واحد وواحد أتبقى لنا الكسر وهو خمسة على عشر شكل كامل مقسم إلى عشرة أجزاء لم يظلل منها إلا خمسة أجزاء فقط لتمثل الكسر خمسة على عشر يبقى اللي أمامنا ده هو تمثيل العدد الكسري اثنان وخمسة عشر اثنان وخمسة عشر للتحويل يا شباب من العدد الكسري إلى صورة كسر عشر العدد الصحيح اللي هو جزء من العدد الكسري يظل كما هو يعني الاتنين دي تظل كما هي ما فيها أي تغيير التغيير سيكون في الكسر فقط الكسر اللي أمامنا ده خمسة على عشر لما نحول خمسة على عشر إلى صورة كسر عشر هيا يا شباب تصير كام خمسة على عشر تصير خمسة من عشر بهذا الشكل تكون الفصلة في منتصف ما بين الخمسة وما بين السفر الخمسة هنا هي تمثل خمسة عشر خمسة عشر يبقى الصورة النهائية لعدد الكسر اتنين وخمسة على عشر هو اتنين وخمسة من عشر أو اتنين ونصف يبقى الصورة النهائية للعدد الكسر اتنين وخمسة على عشر هي اتنين وخمسة من عشر او اتنين ونصف ننتقل إلى الطريقة الثانية جدول المنازل زي ما مهمنا يا شباب كده جداول منازل مئات عشرات أحد أعشر خلاص؟ هنا وجفنا على العشر ما زودنا اللي هو أجزاء من مئة عشان ما في الكسر اللي عندنا المقام بتاعه عشر يبقى نوجف عند الأعشار طيب هنا الأحد اللي هي الأعداد الصحيح الأعداد الصحيح عندك كم ها منتاز اتنين طيب كم عشر عندك ما عندي إلا خمسة عشر منتاز وين الفصل العشرية دايما مكانها ثابت لا يتغير ما بين ما بين الأعشار وما بين الأحد منتازين يا شباب يبقى أيضا عن طريق جدول المنازل هي صورة العدد الكسر اتنين وخمسة على العشرة هي اتنين وخمسة من عشرة أو اتنين ونصر ننتقل إلى مثال تحويل العداد الكسرية إلى كسور عشرين طول الحيوان الزاحف الظاهر في الصورة المجاورة هو واحد وتسعة على مئة متر مطلوب مننا اكتب واحد وتسعة على مئة على صورة كسر عشر اكتب واحد وتسعة على مئة على صورة كسر عشر الطريقة الأولى النماذج الواحد الصحيح سيمثل شكل كامل مقسم إلى مئة جزء مظلل واحد يقول لي يا أستاذ المسألة الفاتي كانت عشرة قسمنا الشكل إلى عشرة أجزاء أما هنا مية ليه ليه الفرق لأن هنا مقام الكسر الموجود عندنا في السؤال يا شباب هو مئة يبقى يقسم الشكل إلى مئة جزء متطفل طيب هذا يمثل واحد هنا شباب قسمنا الشكل إلى مئة جزء ولم نظلل إلا تسعة أجزاء فقط لتمثل الكسر تسعة على مئة طيب ممتاز النماذج اللي أمامنا دي تمثل العدد الكسري واحد وتسعة على مئة ويقرأ واحد وتسعة من مئة هنا بقى عايزين نحول العدد الكسري إلى صورة كسر عشرة زي ما قلنا في المثال الصابق يا شباب أن العدد الكسر لما نجحوله إلى كسر عشرة لا يتغير العدد الصحيح العدد صحيح لا يحدث فيه أي تغيير التغيير يحدث فيه الكسر طيب عايزين نحول التسعة على مئة إلى صورة كسر عشرة تصير 9 على 100 تصير 9 من 100 زي ما انتم شايفين يا شباب خانة الأجزاء من 100 حطينا فيها 9 خانة الأعشار حطينا فيها 0 إن ما فيه 10 ونزلة الفصل العشرية والأحد 0 يبقى الصورة نهائية للعدد بتكون هي 1 وتسعة من 100 1 وتسعة من 100 الطريقة الثانية جداول المنازل هنا شباب زودنا خانة أو القيمة المنزلية لها الأجزاء من 100 لأن الكسر عندي مقامه 100 طيب الأحد وهي الأعداد الصحيحة كم عدد صحيح واحد ممتاز الأعشار هل فيه 10 لا يا أستاذ ما فيه يبقى صفر الأجزاء من 100 آه عندي كم أي وتسعة ممتازين طيب هنا نجسنا شيء ايه نجسنا أستاذ وين الفصل العشرية وين مكانها آه لا يتغير مكانها ما بين الأحد والأعشر يبقى الصورة النهائية هي واحد وتسعة من 100 واحد وتسعة من 100 نتقل إلى منخص ما درسناه اليوم يا شباب الكسور العشرية الأكبر من الواحد وقراءتها وكتابته الجزء الأكبر يكون الجزء الأكبر من الواحد يكون عن يسار الفصل إيه الأكبر من الواحد اللي هي الأحد والعشرات والمئات زي ما تشايفين يا شباب الخناية الأكبر من الواحد يكون عن يسار الفصل وهي الأحد والعشرات والمئات أما الجزء الأقل من الواحد يكون عن يمين الفصلة الفصل العشرية عنده هنا يا شباب عن يسارها قلنا الأكبر من الواحد أما الأقل من الواحد يكون عن يمين الفصلة هما الأعشار والأجزاء من مئة الأعشار والأجزاء من مئة وفي نهاية درسنا أتمنى التوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا